أمورك أتحلوا بعد أقول أنت جميلة يا نير أنا عقيفة عليك من الحزد يا بنتي والله ما تنزلش صورك أتتحسدي ما تنزل أمورك وكل ناس تقول لي يا مام أنا في وسط الزميني كل ناس تقول لي أنت أحلى وعدة فيهم قال لها شفتي شفتي مش أنا اللي بقولك بس أتتحسدي ألب أم تبلاش صور تنزل صور أتتحسدي تقول لها تتحسدي أتتحسدي ولاش الصور اللي انت بتنزلها دي بنفس الحوض المية اللي أخدر دا وقفة هي وتلاتة أصحابها لابسة أبيض فأبيض والله وبتعتبني قلت لها أنا دايخ عليك يبقى لي ساحتهم وجعيب لك البخور وجعيب لك المية قال الرشلاء المية دي والله طلبت مني المية والبخور اللي أخدر والله روحت أشتري لويته أخدر قسمت بالله مش معنى البخور اللي أخدر يعني والله أعلم وأعلن الأمن العام في الأردن اليوم الخميس وفاة طالبة إيمان رشيدة التي أطلق عليها عيارات نارية داخل حرم جامعة على غيرار حدثة نيرها أشرف الإخشعر لها الأبدان خلال الأيام الماضية كلنا عارفين موضوع نيرها لشغل الرأي العام كله قضية نيرها والحمد لله نحمد ربنا أن هي تحولت لقضية رأيها عام علشان يتم الحكم فيها بسرعة وقلنا أن موضوع القضية اللي حصلت دي هتكون راضة لأي شاب بيفكر في يوم من الأيام أنه هو يرتكب نفس الفعلة لكن الشيء الغريب جدا واللي كان مفاجئ لنا كلنا هو حدوث نفس الشيء أنا لا أخذ عطوة ولا أخذها ولا شيء إذا ما سكته أنا بكتبه أمين باسمك؟ الدولة ولا أنا؟ لا من أنتقم ولا أي حاجة القاتل يقتل هيك بكل شرع كل واحد يتسطر عليه كل واحد يتخبيه عنده في بيته أو فيه أي مكان هو شريك معه بالجرم بأغلب حيثياته أو حوالي 90% منه بنفس الموضوع الموضوع تكرر خلال 48 ساعة ولكن كان خارج مصر وصلت الجامعة ودخلتها قلت لا يا ساعة بتروحي قلت اللي مروح تسعة ونص عشر وربع منه ابتحاني حكت معي الساعة عشر وعشر دقائق قلت له بابا خلاص الابتحان قلت أنا خلاص الابتحان وجاء علامتي كويسة قلت له يا عبدالله على الطريق ويجي يخدم بقت ساعة من حديثي معها حكت معي أمها قلت لي إيمان أنت أخذ بالجامعة أنا قلت يعني من نعور لشارع المدينة وصلت مع إيمان إرشيد الفتاة الأردنية برضو اتقتلت زي ما حصل مع نيرا بالظبط داخل أصوار الجامعة جامعة أنه كيف بخش طالب على واحد بخش على الجامعة حرب الجامعة وبمسلح وبطخ بنت مش طالب هذا المشكلة اللي أنا يعني بعاني منها ولا فيه ما أعرفي ولا بعرفوش لغاية الآن أنا والمشكلة بقى أن اللي قتلها عارف موضوع نيرا وبعت رسالة تهديد لإيمان قال لها لا تكلميني لها قتلك زي ما تقتلت المصرية تعالوا نشوف مع بعض التفاصيل الحقيقة تفاصيل تقشار لها الأبدان إيه اللي بيحصل بالظبط الحقيقة بقينة في آخر الزمان إيمان الأردنية اتقتلت غدر داخل كلية العلوم التطبيقية في الأردن باباها وصلها للامتحان يوم الخامس يعني لسه الموضوع من ساعة واتفجأت العائلة باتصال خلال الساعة 11 ظهرا بيبلغوا من الإيمان في المستشفى ولما عليتها وسطت لقوا لأجهزة الأمنية خارج المستشفى وجي الحديث دو على لسان شقيقها نور ومن هنا بقى الكل بدأ يتساءل إيه الدافع وراء قتل إيمان إرشيد أكد شقيقها نور أن الأسرة ما تعرفش أي حاجة ما تعرفش أي سبب حقيقي وراء هذه الفعلة وراء هذه الجريمة الشنيعة جريمة لا يوجد لها مبررات لكن العائلة طبعا بتكن كل الاحترام للقانون الله برضو القانون هيجيب حقيقي إيمان المشكلة بقى أن إيمان جالها رسالة تهديد الرسالة دي بتقول بكرة رح أجي أحكي معي وإذا ما قابلتي رح أقتلك مثلما المصري قتل البنة يعني الإنسان المجنون ده واخد المصري أو محمد عادل اللي قتل نيره قدوة ليه سبحان الله بدل ما يبقى راضع بقى قدوة ليه إيه اللي بيحصل بالزبط؟ إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ والمشكلة أن شقيق إيمان ما يعرفش أي حاجة عن الرسالة دي لكن الجهات الأمنية أكدت صحة الرسالة أما الفرق الوحيد بقى ما بين مقتل إيمان ومقتل نيره إن إيمان اتقتلت داخل كليتها أو داخل الجامعة إيمان اتقتلت بخمس رصصات كانت واحدة منهم في الراس والباقي طبعا في الجسم إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي جرى؟ وهل اللي بيعملوا كده مرضى نفسيين ولا لأ؟ طبعا أنا عايزكم تجاوبوني في التعليقات لأن اللي بيحصل ده شيء محير للعقول كلية إيمان نزلت ليها ناعي النهاردة ولكن للأسف فحالة إيمان ما تمش القبض على الجاني وقدر إنه هو يهرب وبجد فعلا حزن بعمه مصر والوطن العربي شباب زي الورد راحوا طبعا ضحية في كام يوم وطبعا كلنا عارفين يوم الاتنين الأسوة أربع شباب زي الورد راحوا لكن طبعا ما يغنوش على اللي خلقهم كان منهم مصطفى توكل واللي انتحر مفوق الكبري إيه اللي بيحصل بالزبط إيمان راح في الجامعة بصحبة والدها يعني كمان بابا هو وصلها كانت الساعة 18 دقايق النهاردة بلغت والدها إن الامتحان هيخلص تقريبا على ساعة 10 أو 10 ورب وبلغها إن شخيخها هيعدها للمنزل وكلمته بالفعل بعد ما انتهت من الامتحان وقال لها إن أخوها هيجي أخدها وده هيكون بعد نص ساعة لكن فوجئ والدها باتصال هاتفي زي ما قلتلكم من ابنته في المستشفى وعلى الفول لما توجهوا للمستشفى لقوها توفت الشخص القاتل ده دخل الجامعة هو لابس برنيفة على راسه دخل متخفي الحقيقة مش عارفة إزاي دخل الجامعة هو أي حد كده بيدخل ويخرج وخلاص سبحان الله هنشوف بعد كده إيه اللي حصل إيمان بقى بعد ما قلصت الامتحان كانت ماشيا جنب صديقها وفجئت طبعا بالإنسان اللي قتالها ده أو المجرم وهو معا مسدس أعتقدت إيمان في بلد الأمر نده سلاح سود ولكن الكل فوجئ بخمس رصاصات كانت واحدة منهم في دماغها والبائس جسمها الأمن حاول يقبض علي لكن للأسف طبعا ضرب رصاصات في الهوى وجري ما لحقوش إنه هما يقبضوا علي من جهة أخرى بقى قالت الجامعة في بيان رسمي تتعاهد الجامعة بالملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم وذلك حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة الكل مستنكر فضاعة الجرائم دي وبنطلب مش في مصر بس في مصر والوطن العربي توقيع أخصى العقوبة على كل من تسول له نفسه بإزهاق روح بريئة إيه اللي بيحصل ده؟ المفروض إن الحبيب بيحافظ على حياة حبيبه حتى لو بعد عنه بيتمنى له السعادة لكن واضح طبعا إن الجناية في الحالة دي مرضى نفسيين وتم تحليل سلوك الجاني في قضية نيرا محمد عادل اتضح إنه مصاب بمرض نفسي نادر المرض ده اسمه الهوس الشغفي نسبته نادرة جدا حوالي 2 من 10% في المجتمع المرض ده بيخلي صاحب الحالة يصعب بحالة عشق جونونية بتتخلى لها ملاحقة ومطاردة للمعشوقة كل ده في الآخر بينتهي بالأكل وطبعا الموضوع ده حصل قبل كده مش الأيام دي ده حصل كمان في السبعينات فاكرين طبعا معايا مجنون سعاد حسني أكيد في ناس منكم سمعته عنه وفي التسعينات بقى الموضوع اتكرر تاني فاكرين مجنون ما دوننا في الحالتين الأمور كانت تتصل لدرجة الأكل لكن تم احتوائهم صاحب الحالة بينتهبوا اضطرابات شخصية سايكوباتية قطوا صاحب صاحب الحالة أيضا الفصام أو الاضطراب الوجداني أو الاضطرابات النفسية زي حالة الوسواس القهري وده ملخص على بعض الأمراض النادرة اللي بتودي بحياة أصحابها وحياة الناس اللي حواليهم وطبعا الدكاترة النفسيين ممكن يفيدونها أكتر بالموضوع دو تعالوا نكمل بقى تصريح غريب جدا جدا للا قتلنا يرى اتفاجئنا بنزول أخبار على السوشيال ميديا بخصوص قتلنا يرى محمد عادل التصريح ده كان بيقول فيه بعدما تعدموني ادفنوني في حضنها أرجوكم التصريح ده قلب الدنيا ايه ده؟ بالكلام ده والفعل ده غلب المسل المصر اللي بيقول يقتل للأتيل ويمشي في جناسه لأ ده بيقتل للأتيل وعايز يدفن جنبه الناس طبعا تخضط جدا فيه حاجة زي كده؟ معقول ده يحصل؟ طب هنشوف حقيقة الخبر ده هل هو فعلا أين ولا لأ؟ معنا بقى أحمد حجازي المحامي الموكل من قبل أسرة نيرا وضح الحقيقة وقال إن اعترافات المتهم دي عارية تماما من الصحة وإن أي حد يحاول يروج ليها وينشر أكاذيب هيتعرض للمسألة القانونية أما حالة أسرة نيرا دلوقتي هنتكلم عنها زارة الأسرة قبر نيرا هي وأصدقائها النهاردة في الظهر زاروا نيرا أروا لها القرآن أروا لها الدعوات الجميلة دعاء للفقيدة بالرحمة وكلنا عارفين قد إيه حالة الأم الصعبة طبعا كانت بتدهى البنتها وقالت إن هي رضي بقضاء ربنا قالت إحنا رضيين ومش معترضين صبرنا يا رب على فراء نيرا كانت حبيبة البيت كله حبيبتي يا نيرا أنت اللي هتكوني سبب في دخول أهلك الجنة ما شاء الله صدت عندها إيمان على الرغم طبعا من حزنها على بنتها ربنا يصبرها ويربط على قلبها والحقيقة في التعليقات في ناس كتير بتسألني هيتم الحكم إمتى هي أول جلسة هتكون يوم الحال إن شاء الله يتحكم فيها بسرعة لأن أركين القضية كاملة وده على حسب كلام السادة المحامين حبيت بس أنوه دلوقتي عن حاجة صغيرة كده طبعا بالتأكيد كلنا بنتكلم عن نيرا ومش قناتي بس قنوات كتير جدا بتتكلم عن نيرا الكل فعلا فحلم للحزن عليها لكن في بعض التعليقات السلبية اللي بتيجي وبتقول إن احنا بنتجر بموتها طبعا ده شي غلط جدا لولا كلام السوشيال ميديا ولولا كلام الناس أنا وغيري وغيره وظهار حالة الحزن لكل الشعب المصري وكل الشعب العربي فيها وعن طريق ظهار كل تفاصيل القضية كاملة اتحولت القضية دي لرأي عام علشان كده هيتم الحكم فيها بسرعة السوشيال ميديا هنا كان ليها مهمة قوية جدا وهي تحويل قضية زي كده لقضية رأي عام ومش القضية دي بس لا قضية كتير بالشكل دو إن شاء الله بقى في الأيام اللي جاية هنوفيكم بالتفاصيل أول بأول طبعا هنتمنى منكم انتوا تدعوا لنيرا وكمان لإيمان وبنتقدم بخلص التعازي للشعب الأردني الشقيق ربنا يصبر أهل نيرا وأهل إيمان قبل ما مشو واسبكم ياريت كل أسرة بتسمعني دلوقتي تركز قوي على تربية أولادها منذ الصغر تعلم الولد والبنت إن كل منهم نيوم حدود في خطوط حمرة ما يجيبش إن احنا نتعداها ركزوا جدا في تربية أولادكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى من قناة ياسمينتي اليوتيوب وأخبار النجوم ترجمة نانسي قنقر